عقب ازدال الستار على قمة بغداد زار الرئيس الفرنسي مانويل مغغون العتبة الكاظمية برفقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مغغون وفي وقت متأخر من ليل القمة زار ضريح الامامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد والتقى عددا من السدانة والشيوخ القائمين على العتبة حيث اطلع على مكتبتها مجريا هو وفريقه جولة في فناء الضريح والشوارع المحيطة به وبعد ذلك ودع الكاظمي مغغون الذي توجه الى اربيل عاصمة اقليم كردستان